التقت وزيرة تعاون الدولي رانيا المشاط مع سفير الفرنسي بالقاهرة استيفان غوماتي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس البعث الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة ميشيل أولنبورغ لبحث تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو والتي تم توقيعها خلال عام 2019 خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لسيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وريادة الأعمال وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة